بس انا بقولك على ان النادي الزمالك الاندية الكبيرة الاندية اللي بتنافس على البطولات دائما دائما بتحطي لها عرقيل دائما وابدا بتحطي لها عرقيل عشان تقف فمش عايزين ننساق ورا الاشعاع دي فاتمنى ان احنا نقف مع ندينا في مشاكلنا يا اخي يعني ما شوفتش حد مثلا عمل مبادرة للاستاذ ممدوع عباس مثلا انه يفك الحاج مثلا ما شوفتش انا دي لأ يقولك ده بيعمل ايه ده بيخلي ده بيسوي ده مش عارف ايه ده مرتضى عمل ده امير بيعمل طيب انت حضرك فيه مشكلة كبيرة جدا مشكلة الحجز هل في حد ساعد فيها نات الزمالك يعني ده سؤال انا باسأله انت بدل ما حضرك بتتكلم على سين من اللعيبة مشي او صاد من اللعيبة مش عارف جيه وما كانش على المستوى وازاي ومش ازاي وبتتكلم على سمسارة وعملات وبتتكلم على حاجات كتير جدا طب انت ليه ما تكلمتش على قضية الاصل اللي هي مخليانا نلف حولين نفسنا كلنا قصة الفلوس اللي محجوز عليها ليه ما حدش بيكلم فيها ليه ما حدش بيناشد هذا الرجل غيرنا احنا ما انت لو بتناشد يبقى انت قاعد انت تتبع مرترم منصور ده انت مش عارف مع مين احنا مع الزمالك يا ابن انت هو احنا مع الزمالك في ازمته ايا كان رئيس النادي وانا قلت بيت مرة لو اي رئيس نادي جه نادي الزمالك وعمل اللي عمل ومرترم منصور داخل النادي هسقفله وهطلع اطبلله وهطلع ازمرله ايبن ادم والله العظيم زي ما كلمت كده لان اللي اتعمل في النادي ملموس حاجات كلها حاجات محترمة يعني النادي بقى نادي مش معنى كينه ما كانش نادي يا محدد لا هو كان نادي الزمالك بكيانه باسمه بعظمته بجماهيره بحاجات كتير برموزه بمجالس اداراته بكل حاجة لكن ما كانش كده ما كانش الناحية الانشائية اللي موجودة كده ما كانش الناحية الاعلامية كده ما كانش فيه قناة زي دي منورة كده نطلع نتكلم فيها والناس تعرفنا والناس تقول رأيها ونقول رأينا وكلامنا ما كانش فيه كلام ده لو اي حد تاني غير مرترم منصور عمل هذا الكلام كنا هنطلع نشكره لازم اجتهد طب انت ليه ساعدتك لما كنت مسك النادي اي حد ما عملتش اللي عمله الرجل ده ليه ليه سؤال انا بسأل سؤال ليه ما عملتش الحاجات دي هل الادوات مش موجودة هل انت ما حاولتش تعمل هل انت حاولت وفاق يعني مش فاهم بلا حاجات دي يا جماعة يعني هو راجل عملها نسحى الصبح اللي لقى اي صالة تسحى ثاني يوم تلاقيه ملعب تسحى ده يوم تلاقيه مش عارف جنينة تسحى ده اللي بتلاقيه حمام سباحا تسحى تلاقيه مش عارف مبنى يعني الموضوع يا جماعة انتوا انتوا واخدين الجانب اللي هو ايه الجانب اللي هو يروق لك من شخصيات مرتنة منصور لو يروق لك انت انت ضد مرتنة فلا ده بيعمل ده بيخل طب انت ليه بتبص فيه نص الكوب الفارغ زي بقوله ما فيه حاجات كتيرة جدا اللي اتعاملت كويس والناس اللي موجودة اللي كانت موجودة قبل كده تقديري واحترامي ليهم على راسي من فوق كلهم بلا استثناء شخصيات محترمة بس ليه انت بعملش كده ليه ما جددتش في النادي ليه ما عملتش اللي اتعامل في نادي الزمالك الفين وخمستراشر من الفين وخمستراشر حتى الان ليه ما عملتوش هو شاطر شاطر في ان هو بيشتغل جوه النادي بيرضي اعضاء الجامل العمية وراجل بيرضي سيبك بقى من وفيه بطلات عم مستغل رياضي ما انا مش 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 نادي منشآت زي ما بيتقال لا انا ما بفيه بطلات فيه بطلات كتيرة جدا اتاخدت على مستوى كل العاب نسينا ان اليد كان رايح في الوبا نسينا ان الطائرة كان نازدرجة تانية نسينا ان السلة كانت مش عارف فين كل الكلام ده رجع بس اللي ما كان فيه ايه فيه استقرار مادي واللي عمل الاستقرار مادي هو الراجل ده عمل الاستقرار مادي طلع قناه جاب العيبة على مستوى عالي والنهاردة يقول لك اصلي فلان مشي ما هو مشي ليه انا ما عنديش قدرة ان انا قاعد مسلا طارق يحيى بلاش طارق يحيى ما عنديش قدرة ان انا قاعدوا ما عروض عليه اضعاف اضعاف المبلغ اللي عندي ما هو لازم تعذر اللاعب وتعذر زي ما بتعذر اللعيب وتشجعه وبتحبه احنا كلنا بتحب اللعيبة سواء اللي مش تقول لرجال والنهاردة واريك فيديو الراجل بيقول لك ايه راجل مترم منصور بيقول لك ايه الباب مفتوح لكل حد وهنا مش وهنا النهاردة يعني فيه لعيب مثلا مشي وعاز يرجع انت مكسوف من ايه ده ايه اقل عضو في اعضاء النادي الزمالك الجمالة عمية الاطفال بيخشوا له المكتب ما تخبط مكتبه بلاش مكتب النادي عشان الناس ما تروح له المكتب في الدق روح له البيت هيقول لك لأ ما تروح له قوله انا عايز اجي الزمالك ياك احرجو مثلا انما بنبعيد كده وعمل مش عارف ايه وتقول انا بحب النادي وبحب طب فين انت يا بتحب مستني ايه او انت عايز ايه